عزائي طالبات وطلبة الصف الثالث الاعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهو النهاردة في حلقة اليوم احنا حنراجع على منهج الجبر الجبر عندنا عبارة عن ثلاث وحدات الوحدة الاولى بتتكلم عن حاصل الضرب الديكارتي والعلاقة والدلم الوحدة التانية بتتكلم عن النسبة والتناسب وعند التغير الطردي والتغير العكسي الوحدة التالتة دي احصاء وبتتكلم عن مقاييس التشط طبعا واصفات الورقة الامتحانية عبارة عن خمس اسئلة السؤال الاول سؤال موضوعي وهو اختيار من متعدد مكون من ست فقرات رياضية وكل فقرة بدرجة بعد كده معنا اربع اسئلة مقالية سؤالين منهم على الوحدة الاولى وسؤال ونصف على الوحدة التانية ونصف سؤال على الوحدة التالت تعالوا نشوف مع بعض اول سؤال في حلقة اليوم بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاء رقم واحد اذا كان اتنين وستة وسين زائد خمستاشر في تناسب فان سين تساوي نقط واحد اتنين تلاتة اربعة طيب احنا عندنا دلوقتي اتنين وستة وسين زائد خمستاشر في تناسب ده معنى ايه؟ ان اتنين على ستة بيساوي ستة على سين زائد خمستاشر يعني ده يعتبر تناسب متسلسل اجيب السين ازاي بص بقى معايا كده؟ يالله مين هيحل معايا؟ اهو بما ان اتنين وستة وسين زائد خمستاشر في تناسب اذا ده يا مستر معنى ان اتنين على ستة تساوي ستة على سين زائد خمستاشر طب اعمل ايه هنا؟ واحد قال لي يا مستر حضرب الطرفين واضرب الوسطين واستخدم خاصية من خاص التناسب يعني اللي اتنين حضربها في سين زائد خمستاشر والستة حضربها في ستة يصبح الناتج بهذا الشكل يبقى عندي اتنين سين زائد تلاتين تساوي ستة وتلاتين امامك معادلة من الدرجة الاولى في متغير واحد كلنا بقى بنعرف نحلها يالله نحلها مع بعض بص كده يبقى اتنين سين بتساوي ستة وتلاتين ناقص تلاتين طبعا حيدينا ست اقسم الطرفين على اتنين اللي هو معامل السين ومنها سين تساوي كام حتساوي تلاتة وارجع بقى كده واختاري الاجابة اللي هي تلاتة اللي هي الاجابة جيد بص كده معي اهو تعالى ننتقل الى سؤال اخر النقطة اربعة وسالب خمسة تقع في الربع نقط الاول الثاني الثالث الرابع يطرى النقطة اربعة وسالب خمسة تقع في انا ربع مش انا عند المستوى الاحداث المتعامد فيه اربعة تربع الربع الاول السين مجابة والصاد ايضا مجابة الربع التاني السين سالبة والصاد مجابة الربع التالت السين والصاد سالبتين الربع الرابع السين مجابة والصاد سالب هنا اربعة وسالب خمسة طب ما هي السين مجابة هي اللي يلا اربعة والصاد سالب خمسة اشارتها سالب إذن فيتقع في أني ربع برافو عليكم في الربع الرابع يا مصر وبالتالي باختار الإجابة دا ننتقل لسؤال آخر الوسط الحسابي للقيم 12 و 24 و 26 و 38 و 20 هو نوع 12 24 26 وأخيرا 38 عشان أجيب الوسط الحسابي المجموعة من القيم من شطر يقول لي هو الوسط الحسابي المجموعة من القيم يساوي إيه برافو عليك واحد قال لي يا مصر أنا عارف أن الوسط الحسابي المجموعة من القيم بيساوي مجموعة هذه القيم على عددهم إذن أنا بجمع القيم دي وأقسمهم على إيه على عددهم تعالوا بينا نجمع هذ القيم بص كده معي دلوسط الحساب للقيم عبارة عن 12 زائد 24 زائد 26 زائد 38 زائد 20 دول كم قيمة دول 5 يا ميستر وبالتالي حقسم على كم على 5 لما اجمع دول وقسمهم على 5 الناتج حيدينا كم 24 يلا بقى نختار الـ 24 اللي هي الإجابة مين الإجابة بين تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر بيقول لي إذا كان 4 سين تربيع ناقص 12 سين صاد زائد 9 سات تربيع تساوي سفر فإن صاد تتغير أو تتناسب مع نقطة سين ولا سين تربيع واحد على سين أم واحد على سين تربيع خدوا بالت 4 سين تربيع ناقص 12 سين صاد زائد 9 سات تربيع هذا المقدار يسمى مقدار سلاسي برافو عليكم مربع كامل يا مستر يعني يمكن تحليله إلى قسق الستنين فباخد جزر الأول وجزر التالت وإشارة الحد الأوسط تبقى بينهم في النص تعالوا نكتب اللي إحنا قلناه بص كده لما حلل هذا المقدار أهو اللي هو 40 سين تربيع ناقص 12 سين صاد زائد 9 سات تربيع يساوي سفر قلنا ده مربع كامل عبارة عن قسق الستنين أخد جزر الحد الأول باثنين سين وجزر الحد التالت اللي هو 9 سات تربيع بتلاتة ساد الإشارة اللي بينهم هي إشارة الحد الأوسط وهي سالب يساوي سفر عشان أتخلص من التربيع أعمل إيه واحد قال يا مستر بأخد الجزر التربيعي للطرفين إذن يعني اتنين سين ناقص 3 سات هتساوي سفر الله طب ما هي اتنين سين ناقص 3 سات بتساوي سفر أنا عشان أعرف السين تتغير مع مين أخلي السين في طرف والسات في طرف يبقى حخرج السلب 3 سات بعكس الإيه الإشارة يعني اتنين سين هتساوي إيه هتساوي 3 سات تعالوا نكتب بص كده يبقى اتنين سين بتساوي 3 سات يعني السين بتساوي 3 على 2 صاد يبقى السين هنا معك في الطرف الايمن بتساوي ثابت في صاد يبقى هنا العلاقة دي علاقة ايه اذا الصاد تتغير طرديا مع سين او سين تتغير طرديا مع صاد تعالوا بقى نختار الاجابة يبقى هختار الاجابة اللي هي ايه الف تعالوا ننتقل الى سؤال اخر بيقول لي اذا كان المجموعة اتنين ضرب المجموعة سين وصاد تساوي مجموعة الازواج المرتبة اتنين واربعة واثنين وثلاثة فان سين ناقصات تساوي نقاط واحد ولا سلب واحد ولا موجب وسلب واحد ولا سفر السؤال ده كان جيف سنة من السنين في احدى المحافظات الشكل الامامك ده عبارة عن حاصل ضرب ديكارت لمجموعتين المجموعة الاولى اتنين والتانية سين وصاد طب دلوقتي عاوز اضرب دول ما هو حاصل ضرب ديكارت عبارة عن ايه قال لي ده اتنين واربعة واثنين وثلاثة فان سين في ناقصات يبقى انا عايز اجيب قيمة السين وقيمة الصاد انا لما ضربت اتنين في سين وصاد اتنين اتنين واربعة واثنين وثلاثة الله معنى كده السين والصاد هم الاربعة والايه والثلاثة بس انا مش عارفهم ايه لان المجموعة ممكن اكتبها اربعة وثلاثة ممكن تلاثة واربعة طيب يبقى لو قلت اربعة ناقص ثلاثة حيديك كام حيديك واحد طب تلاثة ناقص اربعة حيدينا سالب واحد اذا في هذه الحالة حتبقى الاجابة ايه طبعا هو بصي كده بما ان ادي عندك المجموعتين لما ضربتهم اتنين واربعة واثنين وثلاثة السين ناقصات يبقى اربعة ناقص ثلاثة او سين ناقصات ثلاثة ناقص اربعة يا اما واحد يا اما سالب واحد وبالتالي طبعا باختاري الاجابة جيم اللي هي موجب وسالب ايه واحد ننتقل لسؤال اخر بيقول لي اذا كان ده السين تساوي كاف سين زائد تمانية وده اللي تتنين تساوي سفر فان كاف تساوي نقاط تمانية ستة اربعة سالب اربعة طيب لما يقول لك ده السين بتساوي كاف سين زائد تمانية وده اللي اتنين بتساوي سفر هسألكوا سؤال هو ده اللي اتنين يعني ايه برافو عليك واحد قال لي يا ماستر ده التي ہیں معناها ان انا اشيل السين وعوض عنها بكام باتنين ولما عوض عن السين باتنين يبقى قيمة ده السين بكام بسفر تعالوا نعوض كده عن السين باتنين ونشوف QUE يحصل عدي ده السين اهيه حكتبل بما أن ده السين تساوي كاف سين زائي التمانية وده اللي تتنين بتساوي سفر حشيل السين وقت باتنين يعني إذن أدي كاف في اتنين بدل السين أوه كتبت اتنين زائي التمانية ده اللي تتنين دي بتساوي سفر طب يا كاف في اتنين بإيه باتنين كاف يا مستر يبقى اتنين كاف زائي التمانية بتساوي سفر آه يبقى عندك اتنين كاف زائي التمانية بتساوي سفر يعني حقسم الطرفين على اتنين يبقى الكاف حتساوي كام حتساوي سالب أربع وبالتالي طبعا أنا هختار الإجابة مين؟ الإجابة دا تعالوا ننتقل إلى سؤال أخر بيقول لي إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة من القيم يساوي اتنين وعدد القيم يساوي ستة فإن مجموع سين نقسين شرطة لكل تربيع يساوي نقط اتناشر ولا تمنتاشر ولا اربعة وعشرين ولا الأخيرة كام ستة وثلاثين هو الانحراف المعياري المجموعة من القيم بيساوي ايه؟ واحد رد قال له مستر انعافزة الانحراف المعياري سيجما يساوي الجزر التربيعي المجسين نقسين شرطة لكل تربيع برافو على نون ونون دي اللي هي عدد القيم يبقى لما اكتب القانون دا وعوض هو مديك الانحراف المعياري هعوض بقيمة الانحراف المعياري كده اقدر اجيب مجسين نقسين شرطة لكل تربيع تعالوا نحلها مع بعض بص كده قادي عنده القانون بما ان سيجما اللي هو الانحراف المعياري يساوي مجموع سين نقسين شرطة لكل تربيع على نون ونون دي اللي هي عدد القيم تعالوا بقى نعوض هو مديك الانحراف المعياري باتنين كتبت بدل السيجما اتنين ودي الجزر التربيعي مجموع سين نقسين شرطة لكل تربيع دا مجهول ودي النون عندك بست يلا مين يحلها معايا انا عاوز اتخلص من الجزر التربيعي اعمل ايه بالضبط برافو عليكم بربع الطرفين لما ربع الجزر يعني اضرب الجزر في نفسه يديك ما بداخل الجزر وربع الطرف التاني اللي اتنين حيدين اربعة تعالوا كده نكتب بص كده يبقى ايزا بتربيع الطرفين يبقى معنا كده اربعة هتساوي مجي سين نقسين شرطة لكل تربيع على ست طب انا عاوز قيمة مجموع سين نقسين شرطة لكل تربيع اه اضرب الطرفين واضرب الوسطين ده احنا شطرين في النسبة والتناسب يبقى مجموع سين نقسين شرطة لكل تربيع تساوي اربعة في ستة يا مستر يعني تساوي كم؟ تساوي اربعة وعشرين وبالتالي باختار بقى الاجابة اللي هي جي اه تعالوا ننتقل الى سؤال اخر بيقول لي اذا كان الف على تلات يساوي به على اتنين يساوي اتنين الف زائد به على سين فان سين تساوي نقاط تمانية ولا اربعة ولا تلاتة ولا واحد خد بالك ده تناسب عندي الف على تلاتة بتساوي به على اتنين بتساوي اتنين الف زائد به على سين هي اتنين الف زائد به يعني اعمل ايه؟ يعني اضرب حدي النسبة الاولى في اتنين واجمع عليها النسبة الايه التانية يبقى كده نعرف تالي النسبة الجديدة صحي كده؟ تعالوا نضرب حدي النسبة الاولى في اتنين اتنين في تلاتة بكام؟ بستة واجمع عليها الاتنين حيديك تمانية تعالوا كده بص اهو بما ان قادي التناسب بتاعنا هو عايز اتنين الف زائد به يعني اضرب حدي النسبة الاولى في اتنين عشان اديك اتنين الف واجمع عليها ايه؟ النسبة التانية اهو يبقى ايزا سين عبارة عن اتنين في تلاتة ده ربط النسبة الاولى في اتنين التالي بتاعها عشان هي تالي النسبة الجديدة وجمعت عليها تالي النسبة تانية اتنين في تلاتة يا مستر بستة زائد اتنين يدينا كم هيديك تمانية وبالتالي باختاري الاجابة اللي هي تمانية اهي اللي هي الاجابة مين الاجابة الف تعالوا ننتقل الى سؤال اخر اذا كانت النقطة تلاتة وبه ناقص خمسة تقع على محور السينات فان به تساوي نقط يا ترى تمانية ولا خمسة ولا اتنين ولا ستة سؤال لما يقولك النقطة تقع على محور السينات ده معنى ايه اه برفع عليكم لما النقطة يا مستر تقع على محور السينات معنها الاحداث الصادي يساوي سفر لو قالك النقطة تقع على محور الصادات معنها الاحداث السيني يساوي سفر هناك تقع على محور السينات يبقى معنى كده الإحداث الصادي بكام بسفر هو من الإحداث الصادي اللي هو به نقس خمسة مستر يبقى البه نقس خمسة دي بتسوي سفر إذن البه بكام هتكون بخمسة تعالوا نكتب اللي احنا قلناه النقطة ثلاثة وبه نقس خمسة تقع على محور السينات إذن الإحداث الصادي به نقس خمسة يسوي سفر ومنها طبعاً البيه تسوي كام هتسوي خمسة وبالتالي باختار الإجابة اللي هي به تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر المدى لمجموعة القيم خمسة واربعتاشر وواحد وعشرين واربعة وستاشر واثناشر هو نق يطرى سبعتاشر خمستاشر تلاتاشر وأخيراً حداشر هو المدى دم أحد مقاييس التشتب المدى المجموعة من القيم ما جيبه إزاي يلا مين شاطر حيرد علي واحد رد قال لي مستر المدى لمجموعة من القيم بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة أنت كده شاطر كده أنا عارف أكبر قيمة قدامك وأصغر قيمة أطرحهم من بعض حيديك إيه؟ حيديك المدى تعالوا نكتب مع بعض بص كده معي أدي المدى هو يساوي أكبر قيمة واحد وعشرين وأصغر قيمة أطرحهم يبقى المدى بيساوي كام حيساوي سبعتاشر وبالتالي طبعاً بختار الإجابة ألف اللي هي سبعتاشر تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر إذا كانت المجموعة سين تساوي واحد فيها عنصر واحد والمجموعة صاد فيها عنصرين اتنين وتلات والمجموعة عين فيها تلات عناصر اتنين وخمسة وستة اوجد الحاصل الديقارتي لعين فرقصاد في سين اتحاد صاد يعني إيه عين فرقصاد برافو عليكم عين فرقصاد معناها العناصر اللي موجودة في عين ومش موجودة في صاد يبقى كده أنا عرفت عين فرق صاد طب مين العناصر اللي موجودة في عين ومش في صاد ما هي عين 2 و 5 و 6 والصاد 2 و 3 اللي موجود في عين ومش موجود في صاد اللي هي مين اللي هي ال 5 و 6 طيب سين اتحاد صاد يعني عندي السين بواحد والصاد ب 2 و 3 هو الاتحاد عبارة عن ايه جميع عناصر المجموعتين مع عدم التكرار تبقى 1 و 2 و 3 اذا سين اتحاد صاد 1 و 2 و 3 تعالوا بقى نضرب المجموعتين الجداد اللي احنا حصلنا عليهم دلوقت بص كده معايا على الشاشة ادي عندك اهو عين فرق صاد اهو قلنا كام 5 و 6 في سين اتحاد صاد 1 و 2 و 3 طب مين شاطر هيضرب معايا المجموعتين دول حاصل ضرب ديكارتي قلنا حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين عبارة عن مجموعة من الازواج المرتبة التي مسقطها الاول ينتمي الى المجموعة الاولى ومسقطها التاني ينتمي الى المجموعة التانية اذا لما اضرب المجموعتين دول حيديني مجموعة من الازواج المرتبة اول عنصر عندي 5 الف بيه مع عناصر المجموعة التانية اللي هي 1 و 2 و 3 تاني عنصر 6 هياخد ايضا عناصر المجموعة التانية 1 و 2 و 3 اذا حاصل الضرب الديكارتي يبقى خمسة وواحد وخمسة واثنين وخمسة وثلاثة وأيضاً ستة وواحد وستة واثنين وستة وثلاثة أهو بص كده هذه عندي مجموعة من الأزواج المرتبة خمسة وواحد وخمسة واثنين وخمسة وثلاثة وستة وواحد وستة واثنين وستة وثلاثة تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر بص معايا في الشكل المقابل هذه عندي مجموعتين سين وصاد وعندي عين علاقة من سين إلى صاد اوجد نون سين في صاد اكتب بيان عين طيب انا عندي دلوقتي مجموعتين المجموعة الاولى سين فيها كم عنصر فيها ثلاث عناصر اللي هم مين اتنين وثلاثة وخمسة والمجموعة صاد فيها كم عنصر اربع عناصر اربعة وتسعة وحداشر وخمسة وعشر هو عاوز نون سين في صاد يعني ايه نون سين في صاد يلا مين شاطر حيرد علي اهي نون دي معناها بيقولك اكتب لي عدد عناصر حاصل الضرب ادي قرتي لسين في صاد احنا اتفقنا نون سين في صاد يعني عدد العناصر اجيبه ازاي يعني عدد عناصر سين في عدد عناصر صاد ولذلك انا في بداية هنا السؤال قلتلك ايه عدد عناصر السين كام؟ تلاتة وعدد عناصر الصد كام اربع عناصر لما اضربهم في بعض يديني عدد عناصر نون سين في ايه في صد هيبقى تلاتة فاربعة بكام باثناشر يا ميستر اهو بص كده نون سين في صد اكتب رقم تلاتة ما تعنيه العلاقة الف عين به حيث الف ينتمل سين وبه ينتمل صد ادي عندك اهو نون سين في صد يعني تلاتة فاربعة يساوي كام حيساوي اثناشر بيان عين بيان عين يعني تكتب لي مجموعة الازواج المرتبة خد بالا كده انا حرجع تاني بالرسمة بص لي كده تعالا كده نجيب بيان هزي العلاقة اللي اتنين خرج منها سهم رحل مين رحل الاربعة والتلاتة خرج منها سهم رحل كام رحل التسعة والخمسة خرج منها سهم رحل خمسة وعشرين يبقى بيان العلاقة معناه اتنين ارتبطت بالاربعة يبزوج مرتب اتنين واربعة والتلاتة ارتبطت بالتسعة يبقى الزوج المرتب 3 وتسعة والخمسة ارتبطت بالخمسة وعشرين يبقى عندك زوج مرتب خمسة وخمسة وعشرين ده كده بيان هذه العلاقة طب يا طرى كده العلاقة دي تعني ايه هو الاتنين بقت اربعة والتلاتة بقت تسعة والخمسة خمسة وعشرين انت لاحظت هنا ايه برافو عليك العنصر اللي هو الف الاولان اللي موجود في السين ده لما تربعه يديك البيه اللي هو في الصاد يعني ربعت الاتنين اديتك اربعة ربعت التلاتة اديتك تسعة ربعت الخمسة اديتك خمسة وعشرين اذا العلاقة هنا تعني ايه ان به بتساوي الف تربيع او الف تربيع تساوي به تعالوا نكتب اللي احنا قلنا بصي كده معي قادي عندي قلنا ننسين فصاد باثناشر وقادي بيان العلاقة اللي احنا اتفقنا عليها رقم تلاتة عندي العلاقة تعني به تساوي ألف تربيع لكل ألف ينتمل سين وبه ينتمل صاد نشوف مع بعض سؤال أخير بسرعة بص كده بيقول لي إذا كانت دال من حه إلى حه حيث دال سين تساوي أربع نقسين تربيع مثل دالة سين متخزا سين تنتمل الفترة من سالب اثنين لاثنين إحنا كلنا بنعرف نمثل الدالة التربعية تعالوا كده مثلها طبعا من الرسم اوجد إحداثي نقطة رأس المنحنة ومعادلة محور التماثل أنا بعمل جدولة هو بما أن دالسين تساوي أربع نقسين تربيع بكتبها على الآلة باستخدام مفتاح موتيبل يبقى عندك الجدول بهذا الشكل أدي سين عناصرها من سالب اثنين إلى اثنين سالب اثنين وسالب واحد وصفر وواحد واثنين وأدي عندك دالة سين بالآلة هتطلع سفر وثلاثة واربعة وثلاثة وثلاثة تعالوا بقى نرسمها في نظام إحداثي متعامل أدي عندك الرسمة هي وكده أعين النقاط بتاعتنا يدينا شكل منحنة دالة التربعية أوصلهم ببعض تعالوا نوصلهم النقطة الأولى بالتانية أهي بالتالتة بالأخير نقطة رأس المنحنة كان بقى أمامك واضحة أو على الرسم وهي سفر وكام واربعة معادلة محور التماسل سين تساوي كام هتساوي سفر يطرى في قيمة عزمة ولا صغرى في قيمة عزمة اللي هي كام اللي هي أربعة نكتبهم بسرعة هذه عندك هون نقطة رأس المنحنة سفر واربعة ومعادلة محور التماسل سين تساوي كام تساوي سفر بكده أعزائي الطالبات والطالبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متابعتكم تحياتي وتحيات أسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته